نروح لبرج العرب وتحديداً لزماننا العزيز فاروق صلاح نتعرف منه على اللمسات الأخيرة في معسكر الفريق قبل مواجهة المصر كمان ساعات قليلة جداً فاروق مساء الخير مساء النور الزميل العزيز أحمد سمير كل تحية لكم كل تحية لكم مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبالتحديد متابعي برنامج السادسة عرض يمكن أمام الاتحاد خلينا نقول كده فاتح للشهية لجماهير النادي الأهلي وبيقول أنه الأهلي قادر دايماً والأهلي بمحضر قادر يقدم عرض قوي وحقق نتائج على فرق كبيرة رأيك فيه للسعدادات أنت طبعاً تابعة المعسكر الممتد من قبل مباراة الاتحاد وصولاً طبعاً لمواجهة المصر اللي هتتلعب المباراة اللعب كمان ساعات قليلة جداً كلمنا كده على الأجواء العامة في المعسكر وشكل الترتيبات والتحضيرات لمواجهة النهاردة أمام المصري في ملعب برج العرب يعني في البداية زميل أحمد خليني أحييك على طرحك للأمر المعسكر وفعلاً أنجزت في أوجزت الهدوء في مباراة الأهلي القادمة وبدأ من مباراة الاتحاد مروراً طبعاً بمباراة المصر اليوم ثم تتوالى المباراة تتباعاً بالفعل هو هدوء وكان فيه تصرع في المباراة الماضية لكن أصبح فيه هدوء فيه ارتاحية نسبية طبعاً خلينا برضو أن نشيد بقرار مجلس قدرة النادي الأهلي باستناف مباراة الدوري باللعبين النشئين زي ما قلنا ومنتفقين على هذا الأمر أنه رفع الضغوط عن الجاز الفني عن اللعبين قد مزيد من الارتاحية والهدوء ويعتقد شرح وافي فعلاً لمعسكر النادي الأهلي هنا بالأسكندرية زميلي أحمد اللي احنا نمسينه من بداية مباراة الاتحاد حتى تتوالى الأيام تباعاً بالتدريب عاقب مباراة الاتحاد ثم مران الأمس ثم اليوم فيه هدوء فيه تركيز عند اللعبين ما فيهش ضغوط نفسية ما فيهش التوتر اللي كان موجود طبعاً في الفترة الماضية مستر ريكاردو سواريش بيتعامل بأرياحية أكثر خلال هذه الفترة حاولي نواي زي ما قال في المؤتمر الصحفي أن نقف على مستوى بعض اللعبين في قطاع النشئين اللي ممكن نستعين بيهم خلال الفترة القادمة مع بداية الموسم طبعاً أشاد طبعاً بالنجوم الكبار والعائدين من الإصابة واللعبية في فترة الراحة نحن أيضاً لمسينه الجدية اللي عند اللعبين للنشئين في كلامنا في حديثنا معهم كلهم خلاص نسوا مباراة الاتحاد عندنا مباراة مهمة أمام المصري اليوم الجميع بيتصابق من أجل تقديم أوراية اعتماده للجمهور الجميع بيمسك في الفرصة قالوا عارفين أن الفرصة بتيجي في النادي الأهلي فرصة صعبة ما بيجيش بسهل بنحاول نسبة أن احنا أمام كل الجمهور أن أي فرد بيرتدي قميص النادي الأهلي بيبقى جدير أنه يمثل النادي الأهلي النهاردة لو هتتكلم على كواليس اليوم كان اللاعبون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة والنصف صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة بعد دقاقة تكون المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو سواريش اللي طبعا من خلالها هيشرح أسلوب اللعبة أو طريقة اللعبة والأمور ومن خلالها أيضا التشكيل والطريقة التي يواجه بها فريق المصري في هذه المباراة بالأمس كان عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران بتتوالى الجلسات من مستر ريكاردو سواريش مع جهازه المعاون مع الكابتن سامي مع الكابتن سيد عبد حفيز مع أيضا اللعبين الكبار مع اللعبين الناشئين وأنا برضو مش حابب أقول اللعبين الكبار واللعبين للناشئين لأنه كل من يرتدي قميص النادي الألي هو لاعب داخل جدران البيت الكبير النادي الألي لكن التعامل اللي احنا بنشوفه زميل أحمد من اللعبين سواء بقى كباتن الموجودة كابترام ربيعة علي لطفي محمود متولي الخبرات عناصر الخبرة في النادي الألي في تعاملهم مع اللعبين طبعا زماننا يعني بعيدا عن موجة الأهلي والمصري يمكن من ساعة ما وصل مستر ريكاردو سواريش للقاهرة أو تعالى المسؤولية مع النادي الأهلي لم تتح لي فرصة أو مدة طويلة زي فرصة التواجد في إسكندرية في برج العرب وخصوصا أنها فترة يمكن تكون زي ما اتفقنا ما فيهاش ضغوط كبيرة قوي عليه وما فيهاش فيه أريحية في الشغل هل لاحست أن الراجل طريقة التعامل مع اللعبين طريقة تفكيره التدريب بتاع الفريق نفسه اختلف عن مرحلة ما قبل مباراة الاتحاد ولا تدر تقول أنه ماشي بنفس الطريقة أو بنفس النهج لا خلينا اتفق معك زميل أحمد في هذا الكلام بالفعل الطريقة اختلفت الهدوء بقى فيه هدوء في ملامح وجه مستر ريكاردو سواريش أكيد هو من بداية ما تولى المسئولية والقيادة الفنية للنادي هو طالب بهذا الأمر أن يكون فيه فترة أنه يقدر يعني أقول أنا عندي شغل كتير عايز أن أفزه لكن الوقت مش مساعد أن أنا أعمل الشغل ده يعني اعتبر دي تاني فترة مستر ريكاردو سواريش يقدر أنه يعني قال عليها عقب الفترة اللي كانت قبل مباراة في يوتشار اللي كانت في عيد الأطحل المبارك اللي كانت قبل مباراة في يوتشار كانت حوالي ست أيام قدر برضو نوه يشتغل فيهم شغل أكثر من رائع الفترة دي بتتكرر في هذه الفترة من بدءا من معسكر مباراة للاتحاد بقى فيه هدوء بقى فيه ارتاحية التدريب الأمر ماشي انسيا بالدنيا فيه تناغم ما بين الجاز الفني واللعبين بيدروا مخطط الأحمال بشوفوا بيدخل مع كل لعب سواء لعب أو اتنين أو تلاتة بيدخل معهم الجيم مفيش لعب بيدخل الجيم لوحده فيه هدوء أكتر في الارتاحية بالفعل كان بيبحث هو عن هذا الوقت ولسه بيقول أنا محتاج ومحتاج وقت يكون فيه في معسكر أقدر أتعامل معلمين أقدر أن أنا أنفذ بعض الجمل وبالمناسبة زميل أحمد مستر كاردوس واريش لما جي القاهرة أو تولى قدر فنين النادي هو جايب مع بعض الأدوات اللي بيشتغل بيها في الملعب بلاقي بيديق مساحة الملعب بيعيد رسم الملعب شفناها في المعسكر على مدار اليومين الماضيين تخطيطة الملعب بيحاول يقلل المساحة اللعب في المساحة الدقيقة يصرع إقاع اللعب ويصرع رتم العيبة ودي من الأمور المهمة جدا اللي يشتغل عليها عقب مباراة الاتحاد نتمنى النهاردة إن شاء الله إن احنا نشوف فيه مباراة اليوم أمام المصري بإذن الله كيف لا مش عايزين غير أنه ماتش النهاردة يبقى امتداد لنفس الحالة نفس الروح نفس الأداء والنتيجة طبعا بتاعت ربنا بشكرك شكرا جزيلا نزامنا العزيز فاروق صلاح من برج العرب وتحديدا من